الستات اللي في سن الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب وهي بالمناسبة عندها اتنين واربعين سنة يدو بتجوزوا مرة اتنين بالكتير مش اربع مرات زيها ده فيه فنانات في سنها ولسه ما تجوزوش اصلا وده دليل على انها ميتة على الجواز زي ما قالت بالسنها واحتمال توصل لرقم كياسي لو فضلت على الوضع ده بس الغريبة بقى هو تصريحها انها عاوزة تتجوز عشر رجالة مع بعض لو الشرع محلل وكده وده دليل تاني ما تفتحش بقى كده اه بجد هي بتقول ده هو فيه ممكن واحدة تبقى متصربعة على الجواز والرجالة بالشكل ده ايوا ياسمين الخطيب اللي حكايتها مع اربع رجالة مصيرة جدا بس فيه منهم واحدة سرية من المخرج خالد يوسف ودي برضو اراها قص هقولكم عليه وكمان قصتها مع جوزها التاني اللي ضربته علمت عليه فعلا وبعدين رحت متطلقة منه مع شوية تصريحات خزعبلية لها كده بتعمل بيها جدل وخلاص من كام يوم تصدرت ياسمين الخطيب محركات البحث بعد تصريحات مليانة جرأة فضحت نيتها وهي بتتكلم عن الجواز وده كان سبب في انتقادات كتير لها لدرجة ان الناس قالت دي ما عندها الزر حياة وعاوزة تعمل جدل على الفاضي في مجتمع معروف بعاداته وتقاليده بس رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفيش حاجة بتفوتهم وخدوها ترياءة على شتايم على كل حاجة من اللي قلبك يحبها بمجرد ما قالت ممكن تتجوز عشر رجالة لو الشرع محلل بكده كويس والله انها عارفة ان فيه لسه شرع لازم يحلل ويحرم جرأة ياسمين الخطيب موقفتش لحد كده وبس دي قالت السر وورر رجالة اللي اربعة اللي في حياتها انها ممكن تزود الجرعة لو لازم الامر وده لانها ميتة على الجواز دي الادرة في جوازات ليها معدتش على حاجة اسمها خطوبة الفترة دي لكلنا نعرفها وبنحبها وعاوزين نعيشها عشان نتكرر بقى بس هي فيه رجالة طلبوا منها الارتباط وقررت الجواز بشكل مباشر على طول مفيش ندرس بعض ولا الكلام ده كله واللي ما يعرفش يا جماعة ياسمين الخطيب اتجوزت اربع مرات اول مرة كانت من المستشار احمد جلال وده قاضي في مجلس الدولة وخلفت منه ولدين ادهم وجلال بس انفصلت عنه بعد ست سنين لكن جوازتها الثالثة كانت من المخرج خالد يوسف ودي كانت سرية عشان ظروف عائلية عند كل واحد فيهم وقبل ما يعلنوا الجواز حصلت مشاكل واخلافات ووقعت طلاق بينهم وهي وصفت جوازها منه زي اللعنة اللي بتطريدها في حياتها وكمان دي فترة هي مش هتفخر بيها في حياتها بس الحقيقة بقى انه قبل الموضوع بتعمونها فاروق وشايماء الحج مع خالد واللي تعرف للجمهور وقتها وبقت فضيحة بجلاجل رحت ياسمين الخطيب نشرت صور من جوازها السري عشان محدش يحطها في خانة مش حلوة بس كده مامونة فاروق وشايماء الحج طلع سري برضو الجوازة الثالثة في حياة ياسمين الخطيب دي بقى كانت كلها جرأة وقوة ووراها حكاية غريبة ومريبة ودي كانت جوازة من قاضي مردتش تقول اسمه والحد دلوقتي محدش عارف هو مين يمكن متفق معاه على كده عشان منصبه ولا عشان بيته وقسرته ولا حاجة المهم الجوازة فضلت مستمرة 3 سنين بس هو ضربها وانتهت القصة بينهم بالطلاق بس قبل ما يقع بقى خدت حقها منه في السريع وقسرت حتة من المراية وعملت له اصابة في صباعه وعيش بيها لحد دلوقتي واتفضل علامة في حياته وراح تتطلقت ومالنسيب حقنا كده يعني محدش ينكر ان ياسمين الخطيب لها شوية تصريحات خزعبلية كده زي الحجاب انه زي شعبي والستات اللي مش بتعرف تلبس اصلا من وجهة نظرها بس كلامها عن جوزها الرابع دليل انها خبرة مفيش كلام ودي كانت من المنتج رمضان حسني وقعدت معاه عشر شهور وبالسلامة ولما تكلمت عن انفصالهم ده قالت ده خبرته في الستات محدودة مش بس كده ده في الحقيقة عموما وانا ست صعب تتفهم